ثلاثة أصدقاء جمع بينهم الطيش والعبث كانوا عبر الإنترنت وصفحات الفيسبوك يتنافسون في الكذب على الفتيات الساذجات بالكلام المعسول وإذا ما وقعت فتاة في يد أحدهم دعا صديقيه في مكان بالمزارع ليشاركاه في التهام الصيد ولا يرحم من تتوسل إليهم وفي يوم ذهب الثلاثة للمزرعة ومعهم الشراب والفريسة ولكنهم نسوا الطعام فذهب اثنان منهم بالسيارة لشراء طعام العشاء وانتظر الثالث داخل سيارته مع الفريسة المسكينة التي ترجته وتوسلت إليه ليتركها دون فائدة مرت ثلاث ساعات دون أن يعود الصديقان بالطعام فشعر الثالث بالقلق عليهما فانطلق بسيارته يبحث عنهما وفي الطريق شاهد بعض ألسنة النار تندرع على جانبي الطريق وعندما وصل فوجئ بأنها سيارة صديقيه والنار تلتهمهما وهي مقلوبة على أحد جانبيها فأسرع كالمجنون يحاول إخراجهما من السيارة المشتعلة وذهل عندما وجد نصفي جسديهما وقد تفحما لكنهما كان على قيد الحاء فنقلهما إلى الأرض وبعد دقيقة فتح أحدهما عينيه وأخذ يصرخ النار فقرر أن يحمله بسيارته إلى المستشفى لكن صديقه قال له بصوت باكن لا فائدة لن أصل فأخذ يبكي وهو يرى صديقيه يموتان أمامه وفجأة سمع أحدهما يصرخ ماذا أقول له فنظر إليه بدهشة وسأله من هو قال بصوت كأنه قادم من بئر العميق الله ثم لفظ آخر أنفاسه مات الصديقان ومضت الأيام لكن صورتهما وهما يصرخان والنار تلتهمهما وسؤال أحدهما ماذا أقول له ظلت لا تفارق الصديق الثالث فواجد نفسه يتساءل وأنا ماذا أقول له ثم فاضت عيناه بالدمع وفي نفس الوقت سمع المؤذن ينادي لصلاة الفجر فأحس أنه نداء خاص به يدعوه ليسدل الستار على فترة مظلمة من حياته يدعوه إلى طريق النور والهداية فاغتسل وتوضأ وطهر جسده من الرذيلة التي غرق فيها لسنوات وأقام الصلاة ومن يومها لم تفته فريضة ولم يجلس لحظة على مواقع الإنترنت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الخطيب الأول تزوج تاجر عطور من فتاة كان يتمناها لأخلاقها ونسبها الأصيل وقد ظلت علاقة الود بينهما لأكثر من خمس سنوات وبعد السنوات الخمس طلبت الزوجة من زوجها أن يفتح لها صفحة لتتعلم الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاتفها فلب الزوج طلبها وتم فتح صفحة بإسم وهمي لها وكان يتواصل من خلالها معها ومنذ ذلك اليوم بدأت الزوجة تتكاسل عن صلاتها وأذكارها لقضائها معظم الوقت في الدردشة عبر الفيس وغيره وفي يوم تركت زوجته صفحتها أونلاين أثناء دخولها المطبخ ففوجئ الزوج بأن زوجته تتحدث مع خطيبها السابق عن غرامها معه في الجامعة وأنها كان تتمنى الزواج به لكن نصيبها قادها لزوجها الحالي الذي ارتبطت به بأمر والدها وأمها بعد فسخ خطبتها منه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما اشتكت غياب زوجها عنها كونه يقضي أغلب وقته في المحل ولا يعطي لها وقتا كافيا بعدما اكتشف الزوج أن زوجته تتواصل مع خطيبها السابق عبر الفيسبوك قال لزوجته إن الله ستر عليك مدة طويلة فكان ينبغي أن تنهي هذه الحوارات ولو كنت تحافظين على صلاتك لحدث لك حياء من الله وأنت تقفين أمامه خمس مرات يوميا وما كنت تماديت في معصيته وهو الذي سترك مرات كثيرة لقد اعتبر الزوج ما حدث بين زوجته وخطيبها السابق خيانة زوجية حيث أن الخلوة شرعا لا تجوز وحديث الفيسبوك يعتبر خلوة وكان عليها أن تخاف الله الذي يرى ويسمع وهو قائم على كل نفس بما كسبت فما كان منه سوى تطليقها رغم أن لديه طفلا منها فكم من علاقة أفسدت وكم من عائلة تحطمت بسبب الخيانة عبر الإنترنت ليصبح اليوم السبب الرئيسي للطلاق حول العالم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير العسمة كانت تتحدث هي وزوجها في مواضيع تخص حياتهم الزوجية وفي لحظة انقلبت الأمور وتحولت إلى شجار بسبب كلمات سيئة خرجت من فمها وأثناء هذا الشجار طلبت الزوجة من زوجها الطلاق مما أدت إلى إشعال غضبه حتى أخرج وراقة من جيبه وكتب عليها نعم أنا فلان ابن فلان أؤكد وأنا بكامل قوايا العقلية أنني أريد زوجتي ولا أريد التخلي عنها ومهما كانت الظروف ومهما فعلت سأظل متمسكا بها ولن أرضى بزوجة أخرى غيرها تشاركني حياتي وهي زوجتي للأبد وضع الزوج الورقة في ظرف وسلمها لزوجته وخرج من المنزل غاضبا حتى لا تشعر بشيء وعندها شعرت بالذنب لارتكابها هذا الخطأ وتسرعها في طلب الطلاق فالزوجة في ورطة الآن أين تذهب وماذا تقول وكيف تم الطلاق هذه الأسئلة جعلتها في دوامة وحيرة من أمرها عاد الزوج فجأة إلى البيت ودخل إلى غرفته مسرعا من غير أن يتحدث بأي كلمة فلحقت به زوجته وطرقت عليه الباب فرد عليها بصوت عال وبغضب ماذا تريدين فقالت له الزوجة بصوت منخفض وخائف أرجوك قم بفتح الباب أريد التحدث إليك ثم قرر ماذا تفعل وبعد تفكير من الزوج قام بفتح باب الغرفة ليجد بأن زوجته حزينة وتسأله أن يستفتي الشيخ لأنها نادمة كل الندم على فعلتها وهي لا تقصد ما قالته فرد عليها الزوج هل أنت نادمة ومتأسفة على ما حدث فأجابته الزوجة بصوت منكسر نعم والله إنني لم أقصد ما قلت وأنا نادمة كل الندم على ما حدث بعد ذلك طلب الزوج من زوجته بأن تفتح الورقة وتنظر إلى ما بداخلها لتحكم ماذا تريد وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فقامت بفتحها ولم تصدق ما رأت عيناها وغمرتها الفرحة وهي تقرأ الورقة فقامت إلى زوجها وقبلت يديه وهي تبكي والدموع تتناثر من عينها وتقول بحرقة كادت حياتي تنتهي بكلمة سيئة ثم بدأت من جديد بكلامك الجميل في الرسالة والله إن هذا الدين العظيم لأنه جعل العسمة بيد الرجل ولو جعلها بيدي لكنت قد طلقتك عشرين مرة فقال لها الزوج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدق ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين